أهلاً وسهلاً مرحباً بكم في مكتب باب كندا الاستشارات والأعمال المعتمد الكنادي بالمغرب وبموريال موريال أو لغي بيلانجي 2219 كرحب بكم أتكلم لكم عن هذه القوانين هذه القانون وماذا تتكلمون لهم مؤخراً ماذا قام به هذا الوزير الهجرة الكندي أعلان أن هناك تغييرات في القانون وتعديلات في برامج الهجرة ونرى الكثير من الوزير الهجرة خبر ووزير الهجرة سوف يعلن أعلانات كيف يرون الأمور سأتكلم لكم أحد الناحية الإيجابية وسيلبية في هذا ماذا يفعل الوزير الهجرة الكندي في الواقع سوف يفعل تغييرات مذهلة هو الغرض له أو الغرض للحكومة الكندية وصيرته وزير الهجرة لديه الغرض مهم هو على السبلة ولكن لديه تغييرات هذه سوف نشرح كيف ألاحظت أن بايدن رئيس الأمريكا كان في أوتاوة مؤخراً والتقى سافين سمين دابا كان في أوتاوة والتقى مع تريدو رئيس الوزراء الكندي جاء الكندا كاندا أول زبون للأمريكا 60% المعاملات التجارية حتى 70% مع أمريكا هناك حدود كندا أطول حدود وأكبر حدود في العالم بين كندا وأمريكا سأشرح لكم الجغرافية لك لكي تفهموا سأشرح لكم بايدن جاء في القانون من الكندا أي قانون يوجد قانون يسمى الرئيس النار أو السورسة أو وقفة النفيذ يتعطي منظم ثلاثة جوار لكي تتعطي إلى القانون في قوانين العالم وفي الكندا لا يمكن أن تقوم قانون ويوجد ويوجد على قانون 48 أو 24 لا يوجد أحد المناطق 30 يوم وشهر كل دولة في الكندا في هذا التعديل حتى لم أعطي أعطيه 48 يقول يقول كندا القانون الدموقراطية لكن يقول الإنترى أعطيه بالفضل في المناطق والعالم والمعادة في كندا اتطاق وأصدق وزير الهجرة من الدار والفضل 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 كانوا يحرقونهم لديهم مشروعات أو لم يصيبونه كل من يأتي من المكسيك، من برازيل، بيرو، كل شيء يدخلون على المكسيك، ويأتي ويأتي إلى كندا لا يدخلون من طرق مشروعات قانونية يعني من الوضع من الوضع في الديوانات والبوليس لا يدخلون من طرق من الغابة كما شمال روكسان معروف هذا قبل المكسي، أريد أن أخبرونه لن أشجعون الناس أن يعرفوا هذه الأمور كانوا يأتي من العائلات وكل شيء ويأتي إلى حدود برية بلاس بيرك، قريبا لنا 50 دقيقة من موريال حدود لتاق نيويورك المقاطعة نيويورك، مدينة لتاق نيويورك 50 دقيقة، يأتي ويأتي إلى تاكسي يدخل من الوضع الغابة، سيأتي إلى الوضع ويأتي إلى المنزل العراق 100 متر أو 200 متر يدخلوا يدخلوا إلى الكنداد يدخلوا بوليس الفيدرال يدخلوا الهدوان لا يمكنهم الحدوة يأتي لهم يأتي لهم المعنوات ويأتي لهم يدخلوا الكنداد ويأتي لهم حارق لا يوجد الموضوع لا يوجد فيزا يدخلوا كيف يفعل هذا؟ حيث يحصل على داخل مينيجة وإلقائهم يبطون الإشارة ي سأطلب الواجباء الاجتماعي بل أخرى يجب الواجباء الإنساني الواجباء كثيرا متضاد المجاة الحروب وكل الإستيات وُأعطيهم المساعدة وصبحهم الضياء لكي يستطيعون أن يكون لديهم ثلاثة عامين أو خمسة سنوات كلها والحالة لديهم أصبح الدول التي لا تتجاوش مع كندا يتعطلهم وفي ذلك الوقت يصبح مستقر عندما يعمل لا يعمل يأخذ مساعدة ويعطيها منزل لا يأخذها لكن يأخذ لها بحتمال رمزي ويعيشوا في الوضعية كانت 70% ينجحوا في الحصول على اللجوة ويعطيها 30% ويعطيها لهم ويعطيها لهم ويعطيها لهم ويعطيها لهم ما الذي يدخل منه هو هذا الجفة أيضا وتفاهم مع تريدو وهذا وزير الهجرة هو هذا الإعلان الذي كان يوجد فيه وإذا كانت تعديلات في شبارة سنأتي لهم ولكن المهم هو هذا خرج بقرار أنه غلقوا هذا الممر أي شخص يأتي منه ويعطيها ويعطيها أمريكا ويعطيها ويعطيها أمريكا ويعطيها 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 48 ساعة يومين يومين في بيرو تزوجت أمه ويصل ويعطيها وليس ويعطيها أمريكا أمريكا هذا مثلا لدي شهادات حية ليس كلام ستقولون كيف كانوا يدخلون و 5 داخلين من الدوانة و داخلين طريقة غير مشروعين و يدخلونهم يدخلون في الهجرة نمسيني عليه كندا و امريكا كان هناك شيء تسمى السور الدول الامنة ملزمة أنها تستقبل أي شخص يضع في الاراضي منها في الاراضي منها و يطلب الحماية الوجوء يجب أن تستقبل الطلاب و تستقبل طلاب و تسمعه و تدرس طلاب لأنها تستقبل الامم المتحدة كندا و امريكا كندا و أوروبا و تدرسه يجب أن يدخل حماية أن تستقبل و تระلوح و تضعون كل بلاد و يجب أن يدخل جب جدا و لا يجب أن يدخل في جدد هذا هو القانون بيسير قانون الهجرة والإنسانية كندا جدت سيني عليه إذن كان تضطر محافظة و يقول نهي طلب الحماية و يدخل يأخذوا لديهم هذه المعلومات و يدخلوهم و يدخلوهم و يدخلوهم لأن الناس يطلب المساعدة و الحماية و الأمن و الغذاء هذا هو القانون إذن كانوا يدخلوه و يجلسوا و يأتيوا إلى الموريار و أكثرهم و يستقروا إما في كيبك و الأمطاريو الغالبية لهذه الناس لأنه يدخلوا و يتركوا في كيبك هذا القانون الذي يعلن عليه مع هذا الوزير الهجرة و يدخلوه و يأخذوه يدخلوهم يومي من جيد من هذا المكان و يأخذوا هذا القانون في الكنزينة في الكنيادة و يدخلوه و يدخلوه و يأخذنا من الأمريكا لا يقفوا هذا الكلام فتحق لدينا أن نأخذك إما أن تأخذك من الحدود و يدخلوه و يدخلوه وأمريكا من كندا تعتقلك وتردك الأمريكا أمريكا لديك واحدين سواء أو دو سواء يديرك بعد ذلك معتقل سيجن ويسيفطك البلاد من الموجود هذا هو الخبر المهم في هذه التغييرات الهدار وزير الهجراء التغييرات الخراشنائي أشغال لكي يكمل لي قليلا أنا لم أدافع شيئا ولكن من أن أرى القانون لا يوجد صالح المهاجرين وكما لا تكون لاجئ ولكن أتفكر أن الناس يستحقون أن يعيشون في هذه البلاد ولكن لا يمكنهم أن يذهب بطرق قانونية وطرق كاليفة وطرق لا يمكنهم يوجد ظروف على الناس إذن نرى ضد المهاجرين وضد المبادئ التي يمسون عليها في كندا قليلا يمكن أن يكون هناك الكثير من الاجتماعيات يجب أن يكون هذا القرار ولكن يكون قرار سيادي في كندا التعديلات التي يدار هذا الوزير للدرش نحن أن يجب أن يجب أن نشجع وأن نعطيه المهاجرين بالنسبة للغوفيجي والناس المتواجدين هنا يجب أن يجب أن يسرع المهاجرين لماذا تحتاج إلى المهاجرين لا يوجد المهاجرين شيئا أخرى نتحدث عن المهاجرين نحن أن يجب أن يجب أن يضع مهاجرين ويجب أن يجب أن يجب أن نعطيه مهاجرين ومع المهاجرين يمكن أن يكون لدينا الإجلاد على المهاجرين لا تتحدث عنهم لماذا قال انهم سوف يتصبح تسهيلات و سوف ينزلون البيئة 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 أو التسلسيجية في عوض C1 و C2 و B2 لا تتحدث عن هذا أحسنت معي تتحدث عن عملية تقدموا و يقبلوا الاجتماعات و تتحدث عن أجراءات سريعة و تتحدث عن الاجتماعات المتوجودين هنا و يمكنهم اعطاءً طريقة سريعة لتخطيهم و لا تتحدث عن الاجتماعات الاجتماعات الأطلانتيك الفدرية و البروينسة الرعبة كل ذلك لم يتحدث عنهم و ليس لديها السيلات أنا لم أفهم عن السيلات سأتحدث عنها لا نحن نحن نقوم بشكل كالي بشكل جيد لا لا نحن أعوان نحن 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 نقوم بشكل جيد نحن نحن allí ستكون من حالة النافضة 22000$ أو المنزل يعني تكون حالة 26000 اولو لم نحن 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 هذا ما لا تتحدث عنه إذاً هذه السهلة التي تتحدث عنها أرى أنها كانت سهلة سهلة بالنسبة للعقدة العمل والتعامل ومعهما لديهم مستعمل والأسفلين هنا ودخل هذا هذا أنه شد ما روكسان أنا أعرف ما روكسان لا تتحدث عنهم ودخلوا عنهم سنين يدخلوا منهم كانوا يدخلوا ويستقروا و70% كانوا يتقبلوا ثلاث سنين يرفضوهم هذا هو الخبر والتغييرات التي وزير الهجرة كندا أعلن إليها أظن فهمتوا المقصود سأعود دائما وزير الهجرة ولكندا لا تتحدث إجراء وقد تدرسوا وقد تعرف والأسفل دائما تركيز الآن المغارب يساعد على العمل المحتوى المحتوى لا يوجد المحتوى 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 لديك حدود 30% لديك عقد عمل 95% لديك لديك المحتوى من المحتوى مصدر لديك لديك سيئة لديك سيئة السيئة السيئة المحتوى المحتوى تنظر المحتوى 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 сл student المحتوى Applicant أو شهر مكسيماً لا يجب أن تتحدث تتحدث عن العملية والتعامل يأخذهم وبالصحة نحن الناس يتعاملون معنا الـ UMT والذين يسرعونهم للميا والذين تخرج صراحةً وضع التعامل وستخدموا في المنطقة ودخلوا تتحدثون 37 أو 38 وضع التعامل وضع التعامل وضع التعامل وضع التعامل وضع التعامل هذا بالصح يعني يركزون على عقود العمل والماركة التعامل عندما تذهب إلى الكنداة سوف تتحدث لماذا؟ الحكومة في الكنداة لا تصدق معك عندما تذهب عقد العمل وضع التعامل سوف تتحدثون وضع التعامل ولم تتحدثون وعائق على الحكومة ولكن الناس تنتج بهذا المعنى تنتج و تساهم في الانتاج وفي الاقتصاد للبلاد لذلك سوف تتحدثون الآن مكدونا الأمر وفي الانتاج وزحين ومالد ومكدونا تبدو ومكدونا واثتح لذلك وكذلك هذا مكدونا هذه هي الأشياء للإقتصاد وكذلك جاءت إميغراسي الذي كانت قابل الإيقانية وكذلك جاءت تأتي كم حياتي لا يوجد لديك العمل وكذلك تأتي هنا وتقلب لديك العمل وكذلك في المرمامة وكذلك وكذلك لا يشجعه ولكن قليلا حتى لو كانت لديك أفضل وكذلك تقول لديك أفضل دائماً ترجع العقود العمل لديك أفضل الدولة مضطرة تأتي إعانة من فلوس الشعب ضرائب لكي تتعيش وكذلك يعيش وعلى مرقية خدمة تقدر تبقى ستور لا تعمل إذا الدولة تخلص فيك لا تنتج شيء ما ساهمت في الوائل وفي الاقتصاد جاءتك ولكن كانت تقدر إلى بعض الحالات تدوي الإيقانية والتي كانت قبل لا تبقى أن تريدها وفي طريقة غير مباشرة لا تبقى أن تريدها تريد أن تصحاب العقود العمل لماذا؟ إذا ستقلص فيها تقلص في حالة ملادي وإنك يقرأ وإنك لم تعمل تأتيك المال هي هذه الأزايا السوسية ومساعدة الاجتماعية أنا كنت أفهم لا يوجد أن تتعيش وإنك تتعيش وإنك تتعيش وإنك تتعيش قال لك هذا ما لم تعمل نحن نأخذ لديهم ميقران لتعمل وفي الأخير قوسوا وإنك تعمل وإنك تعمل أكثر يجبون اللعنة وإنك تبدأ ف 몰라 تصدق لك الدولة تصدق لك ادار والدك والدنول وما تنظر لك الأن تصدق بطريب تصدق لك البرنامج ويجب أن تصدق لك من المال الدفاع الضرائب وكيف تخدم تلك الأن هذا مشكلة تصدق لك يقولك ستوقف يجب أن يكون نحن لا نحن 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 لتعود الناس ويجب أن تكون مرحباً ويجب أن تكون مرحباً سأجدكم على المشاركة ويجب أن يكون هناك ولكن إذا كان لديك عقد عمل سأذهب إلى كندا ومن بعد أن تتحدث عنك لأنه يوجد شيء يسمى الانتغرات ويوجد شيء يسمى الادابتات ويوجد الكثير من الأشياء يجب أن تصدق من خلال الخاصة ويجب أن تتعلم عن تتعلم بالتعلم على تنظيم والأصدق ويتم تتألم أنهم لا تحتاجون لا تدخلوا الناس هنالك قانون جديد اليوم ويجب أن أظن أن الواصل يؤمنوا أن المجنون يعملون هكذا أطفال إخفاء يعملون هكذا في كندا في كيفك عام 14 يعمل يعملون هذا قانون. و لكن لديك سمع جيدة هذه الآخرين. لأن لديك شركة لك. فمدرسة المتحدة. ريستوران. و الأدمنستراتور. لديك قارة. و يجب أن تعمل من 12 عام. من 12 عام و يعمل من 12 عام. 12 عام. في الدول العربية و السويسية. و يعمل. يعمل. ريستور. في الهدفة. و في أي شيء يعمل. لديك شروط. يعمل. غير 17 عام. غير 18 عام. ولكن يعمل. قانونيا. لديك شركة. و لا يعمل. و لكنها لا أعمل. لديك شروط. لديك شروط. كان لديك شروط. و لكني ترى في الموصلات. في كندا. 10 عام. 14 عام. كان القانون اليوم. أعرف أطفال. وتعمل أطفال. وبلا البلا. على الدول النامية ومن المغرب وغيرها تابعوا مولا ودالين بروجي دلواء قانون في كيبك أنا من حقاك تخدم الطفل عند 14 عام أتمنى لكم توفيق وإلى اللقاء